اهلا بكم في موجز الاخبار تظاهر الاف المواطنين في محافظات تعز والحديدة والضالع دعما وتأييدا لقرارات البنك المركزي مؤكدين رفضهم للضغوطات الدولية على الشرعية للتراجع عنها واتهم المحتجون في تظاهراتهم بمدن تعز والخوخة ومريس المبعوث الأممي اتهموه بالانحياز لمليشيا الحوثي من خلال دعوة لإقاف تنفيذ القرارات مؤكدين ضرورة تبني شرعية لموقف واضح وحازم إزاء هذه الضغوط طلب المتظاهرون التحالف السعودي الإماراتي بعدم تدخل في السيادة اليمنية وتمرير ضغوطاته على الشرعية لتعطيل تنفيذ هذه القرارات جهة اتهم البنك المركزي في عدن مليشيا الحوثي بالضغط على البنوك التي لا تزل إدارتها الرئيسية في صنعاء لإجبارها على إغلاق فروعها في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة وقال البنك في بيان له إن التصرف غير المسؤول من قبل الحوثيين دليل كاشف عن مدى تغولهم في هذا القطاع الحيوي ألهام وإصرارهم على العابة به مؤشر عن عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوطات الحوثية وأحذر المليشيا من الممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية والقوانين والأعراف السائدة المنظمة للعمل على صعيد آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة وانفجار ثلاثة صواريخ على مقربة منها على بعد سبعين ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة وأوضحت الهيئة أن الزورق صغيرا مسيرا استضم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها مشيرة إلى أن الربان أبلغ عن انفجار ثلاثة صواريخ على مقربة من السفينة وبيّنت أن السفينة وطاقمها بخير وهي حاليا ترتجه إلى ميناء التوقف التالي بعد أن اتخذ التدابير حماية ذاتية طلب رئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان برفع ما أسماه الحصار على اليمن في تصريحات تأتي بعد فوزه في الانتخابات ووفق وسائل إعلام حوثية أشهد بيزشكيان في تصال هاتفي مع القياد في مليشيا الحوثي مهدي المشاط أشهد بالهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن منذ شهر نوفمبر الماضي حيث تتهم واشنطن طهران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وأشار إلى أنه يتطلع خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات مع اليمن حد قوله التي زعم أن لديها مع إيران قواسم مشتركة وصفها بالمتجدرة في الشأن الصحي كشف تقرير أممي عن تفشي واسع لوباء الكوليرا في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ مطلع العام الجاري وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية وكتلة الصحة أنه تم الإبلاغه حتى مطلع شهر يوليو الجاري عن نحو 93 ألف حالة شباه بالكوليرا في المناطق الخاضعة للحوثيين وبيّن أن المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة سجلت أكثر من 19 ألف حالة مؤكدا أن المجموعة الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يقومون بتنسيق الاشتجابة السريعة للحد من تفشي المرض بيادة مشاهدين ننتهى المهجز في أمان الله اشتركوا في القناة